السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحباب الكرام معكم ذوما في هذا اللقاء المبارك ويسعدنا ان نستقبل مكالماتكم ارقامنا كالعهد 05-22-88-0060 او 61 او 62 او الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 او 51 او 52 مرحبا بكل المكالمات وكلنا ادان صاغية وقلوب وعية ونكون ان شاء الله تعالى معكم في هذا اللقاء نبدأ مع اول مكالمة معنا السي عبد العزيز من طنجة السلام عليكم السيديك وريبان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله حياك الله يا مرحبا يا مرحبا تحيا خاصة لكم والطاقم التقنيف لك العاملين بدل اداعى المواطنة جزاكم الله الفخير الله حفظك سيديك وريبان والله ازازك بخير على هذه الاعمال التي تقوم بها ارضي والي علي ازازك وتحيا الاخوان المحبين في هذا البرنامج ومتتبعين في هذا البرنامج وخاصة لو احتياج الخاصة من المكفوفين اللي يعتبروا هذا البرنامج هذا هو المنبر الواحد من نسبة له وتحيا الاخوان المكفوفين كمين اللي كيتستمعوا ومستمعوا عندي واحد سؤال اخي فاضي نعم بالنسبة صوارق المادية بين العائلات كتأدي الى قطع الصلص الراحم لانه كان هدر على التجربة ديالي وحلى عدد ديال اخوان ديالي لا بس عليهم يعني ما كانت تتواصل شي معهم علش لانهم زيدين الامكانية المادية عليا نعمتي انا ما كان شوفي فستمشين عندي واحد كي اعتاقت انا كان طلب منه انا ما كان طلب له منهم ولا فلمشي واحد اخر انا كان انا مقتنع بليش معطاء اللي يعني اللي كتب لي الله سبحانه وتعالى فس كمشين عندي واحد منهم كيف قايزب لي المبررات عنده الكريدي عنده رادي عنده يعطينا ديك الميدل انا ما قاقول له ما شو القصبيري زيت انا بس طلب الفلوس انا كنشوفكم لي واجهي الله انا ما عندي شيء في هذه الشكرة انا مشين عندي شخص وخيكم لا بس عليها او ليكم فاقر انا كان قصد شي واحد كنشوفه لي واجهي الله او لي بس انطماءا على الحالة ديالو يطماءا على الحالة ديالو باش يكون دك صيلة الراحم بينتنا ولكن للأسف لنا بعض الاخوان كي الله بغينا قولوه فلش كيشوفوا شي واحد جان عندهم هو كي اعتقدوا هما لبس عليهم هو فاقر يعني اوتوما تك مو كي دخلهم هذيك الفكر ديالهم اراها جاي طلب شي حاجة هم سيها هدي فكرة انا ما عندي شيء انا كذا مشيو عند الاخوان حالي لبس عليه وفي حالي ماشي لبس عليه علشنا من اللي اخلاقنا احنا كنكبر الله لحشنا مع الدراوش لحشنا مع الدراوش الحمد لله الحمد لله انا كنت وصل مع مجموعة ديال مقفوفين والمقفوفات هما كان اصابرهم لها الى ديالي طرحة لا وقع شي قاق او لا ولا وقع اطع الراحم بشيك نهائي هنا الاخوان اللي ما شوفتم فيها عامين وتلتسينين هما ما يفنس في الدرب وعلمة انه لم يقع اي اختلاف بينتنا وتحية لي لك شكرا لك شكرا سعبد العزيز والله حفظك وشكرا وشكرا الله يرحم والدين برك الله فيك وانتسي دعب العزيز وضعت الاصبوع على واحد سبب من اهم الاسباب ضياء البركة وقلة البركة الناس دب الان كله يتساءل ما بقش البركة غلاء الاسعار الاسعار في المواد الغدائية غالية المحروقات غالية المعيشة صارت غالية العمل صار شحيح باش لقى شغل او عمل الناس كيتشكوا بزاف من اسباب الغلاء دي الاسعار وقلة البركة وهذا الكلام اللي قلت الان راه هو من اهم الاسباب ديال قلة البركة الاقتصاديون والمحللون الماليون ربما كيتكلموا على اشياء اخرى مرتبطة بالمضارباء مرتبطة بغلاء المواد الاولية مرتبطة بالحروب واثروها في التصدير والاستيراد مسائل ليه معروفة عند اهل الاقتصاد وعند عند اهل المال لكن لك نغفل على جميعا راكين هناك شيء اسمه البركة اذا ضاعت وارتفعت غلت الاسعار وربك عز وجل يقول في كتابه العزيز متحدثا عن البركة ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والارض القضية كلها راها مرتبطة بالبركة ربك اذا امسكها راها تبقى المدة وطويلة الغلاء للأسعار كل مرة يقول السببب السببب هو كورونا مرة اخرى السببب هو الحرب الاوكرانية الروسية المرة تانيا السبب هو الاوضاع المتردية والمتوترة في الشرق الاوسط خاصة في فلسطين هذه كلها اسباب هي منطقية نعم لكن يبقى واحد السبب عظيم وجليل وهو سلب البركة ربك يسلب البركة متى ملك يكون الغني يتكبر على الضعيف ملك يكون القوي يسخر من الضعيف الفقير هنا ربي عز وجل لك يغضبك يسلب البركة من بين البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما اوصانا وقال لنا انما تنصرون بضعفائكم وانما ترزقون بفقرائكم سبب الورود لدى الحديث النبوي الشريف في احدى الغزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقدمة جعل الفرسان لنا المعركة خصوح النظام الفرسان يكونون في المقدمة ذو كل اقوية عنده فارس وعنده مدجج بالسلاح كيعطي في المقدمة وذو كلهم ضعفاء كيخلهم في الأخر للجيش فحينما قامت المعركة واشتد وطيسها ولما انتهت انتصر المسلمون وبدأ النبي الكريم يوزع في الغنائم فإذا به يعطي مثل ما يعطي للفارس اللي هو عنده فارس وعنده المدجج بالسلاح وكان في الأمام أعطاه بحاله بحال لكان ضعيف كان واحد عنده إعاقة من الصحابة عنده إعاقة واحتوى وجه يجاهد وقال صدور وعطاه النبي الكريم بحال لعطال لك الفارس اللي في الأمام أحد أولئي الفرسان استاء قال يا رسول الله أين العدل أنا في المقدمة ومعارض نفسي للخطر ودك الأخور ضعيف وفي وراء وراء الصف كيف تسوي بيني وبينه تعطيني بحالي بحاله نفسهم فقال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم وإنما ترزقون بفقرائكم قال يوم دك الضعيف اللي كتنظر لي بأنه في الخلف راب الدعوات دياله الله تعالى أعطاك القوة والمدد وألقى في قلب عدوك الرعب راب الدعوات جلدك الضعيف وكذلك في الغينة والفقرة شحملوا وحد ده بالآن كينفق وكي يكون معا شوحد فقير من العائلة كي يقول لي وانتم ما صدعتوني وكل مرة أعطيني أعطيني وركع ما يعطيه ما يعطيه ما يعطيه ما يعطيه ما يعطيه وكي يمنع عليهم أي واحد اشتيد بس عليه ربي عز وجل أعطاه المال لأنه ينفق بي على الفقراء متى أنفق بالفقراء يباركه الله تعالى وكيعد هو ذات المال خادم له المال كيعد خادم لك أما إذا كان غني ولا يعطي من مال الله يصير هو خادم لماله سبحان الله يا ما رأيت أناسا كيف هالصفات لقيت أترياء عندهم المال خادم لهم هو عيش معزز مكرم نعم والمال خادم له كيمشي للحج كيمشي للعمر كيت الله في العائلة كينفق على الفقراء وكيقول سيدي مولاي والخير فيضع له ماله خادم له ورأيت بأم عيني عكس ذلك أغنياء هم خدام لأموالهم أغنياء كبار دي مليونار ولكن هو خادم لماله ما يصلي ما يحج ما يعتمر ما يتصدق ما يرحم ما يعتق هو كيجري وكيجمع في المال وهو دون أن يشعر أنه صار خادما لماله عبدا لماله هو المال هو السيد فالإنسان اللي عنده شي ضعيف واللي عنده شي فقير في الوسط دياله يحمد الله وشكروه هذا الضعيف الفقير هو اللي به نرزق به نرحم به نكرم فسيدي عبد العزيز هالناس من العائل لمدشانهم طلب لهم الله الهداية خليك دائما تتواصل معهم طرق عليهم الباب قل لهم كلمة طيبة ولعلوا عسى غداءوا بعدوا طلق حقهم لهداية الإلهية واجمع الله الشمل ويدفين الله الغضاب ويمنو الله على الجميع بكرامه ومدده إنه سميع قريب مجيب ونتحول من طنجة إلى إقليم الراشدية معنا سيد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهداسي محمد أيك الله مولا لابس عليك أخي الله يطول عمرك بارك الله فيك أهداسي محمد الله يرحم جميع يا ربي وجميع المسلمين الله يرحم ويدين والله مهار كبير هذا حسماسك جزاك الله أخير أخويا حنا ليس أعداء بك حنا سعداء بك سيد محمد الله يكتخي كوسد الله يحفظك برعاك مولاي كوسد كوريا وقام نشكر سي سامي أي الله يكتخي سي سامي يا في دي من في الإخراج وفي تلقي المكلمات سي سامي رجل الشاب وسيم ميسر مبارك كن فرحوا معك الخدم مع الحمد الله يطرح مركو بارك الله فيك مولاي يا ربي يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم الله يفتح لك باب تيسير مولاي الله يفتح لك باب الفراج يا ربي يا كريم شكرا لك سيد محمد وانطلب الله سبحانه وتعالى بهذه النية النية هي كل شيء أيها الأحباب الكرام هناك الرجل صاحب العقل الراجح وهناك الرجل صاحب النية الصادقة شكرا عادة يقول بأن صاحب العقل الناضج هذا كان عنده العقل عنده المنطق وعنده الفكر وعنده التحليل هو اللي غيربح لا صاحب النية علاش حتى كالدور الدائرة يقول لك الفلك يدور ويسويع بالدهلة كالدور الدائرة فيفتح الله تعالى لصاحبه النية الصادقة من الفتوحات ويعطيه من الكرامات ما يحتار فيه صاحب العقل الراجح لك يعتمد العقل يقول لك نفهم ونوح للي عندي المعرفة وغير لا يفهم ويغتر بعقله ويغتر بفكره الله سبحانه وتعالى يقول لها نتيجة الغرور والكبرياء والعجب نتيجة إلى البوار لكن اللي عنده النية الصادقة ويفوض أمره إلى الله يكون متواضع كالدور الدائرة وكالجه الكرة في ملعبه وهو الذي يسجل فأخونا سيد محمد من الراشدية نحسبه من أهل النية أهل النية وكما صلف الدكر فإن أول ما ذكره المحدثون والفقهاء إنما الأعمال بالنيات واللي أعطى الله القلب صادق فهذا هو الربح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أخي سيد محمد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك أسأل الله تعالى أن يرزعك الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتيسير وأن يمدك بالعطاء ويمدك بالمدد ويجعلك مرفوع الهامة بين أقرانك ويحفظك العائلة والأحباب وكل ما في قلبك وضميرك ونفسك ربنا أعلم به نسأل الله تعالى أن يعجل لك بالفرج يا رب كل من قال آمين من الأحب الكرام أرزقه مثل ذلك وزيده قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم ونواصل أيها الأحباب الكرام ونتحول من إقليم الرشدية إلى إقليم أسفي مع ناس عبد الهدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخونا عبد الهدي ربما انقطع الخط معذرة وغنمشيوا إلى إلى تمارة معنا للفوزية السلام عليكم أهلا وسهلا بيك عليكم السلام مرحبا بيك الله يطبع لعمرك ويحفظك ورعك أنا فرحانة اليوم ويتنبلغك وبوح الخبر زوين يا ربي يا ربي يا بنتي أنا يا ليك تقولها كنتبقها الله يحفظك ورعك ليك يتمنى شي حزا أو عمر أصي في صخص ليك يتمنى شي حزا أو عمر أو شي حاجا السوجود يعلو يبقى يدعيه ويقول لبيك اللهم لبيك تكتل بي أيها بنتي دي ما تنقولها دي ما تنقولها والله وادل عمدر في القرعة وجدت فيها من أول مرة هنيئن هنيئن لك بنتي هنيئن لك والله العابد أول مرة تنقل القرعة كنتبق فيها تسألنا والزوج ديالي وطلع ديالي والله لو الوالدة مسكينة ديالي كديرها ديبع الشرط ويو الوالد والد سوف الله يرحمه الوالدة مشكين عمرها ما جات فيها والله وإنها لا يد هيد الله أنا دك الدعاء ولي كدقول لنا اللي تمنى شي حاجة وبزف الأدعي يحفظ منك الله يجزيك بيخر الله وكبارة منك ومزف الحوالي هدي أنك وهدي ديال الحجو العمراء بتجريبة بتجريبة وخديتها من عندك في الحاج لا يد هيد الله هدي أنك بني ديالي تنقول لالحاج قريبا هل هاجي تيبونا بيت الحجة تسو جو تلبي يقول لي لبيك اللهم لبيك ويا ربي يا ربي أنت من الأم يا لي الله أكبر الله أكبر بنتي هنيئ لك هنيئ لك هنيئ لك هنيئ لك بنتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا بنتي يا ربي يا كريم يا أكرم الأكرمين هنيئ لك هنيئ لك بنتي سعداتك سعداتك ربي اللي بغاك آمين ربي اللي بغاك هو اللي اختارك هو اللي نجح في القرعاء ومازال غد يعطيك الخير الكثير ما زال بنتي فوزي يا ربدي آمن والله ادعي معي الولدة الولدة من شاء الله تفححها والولد الله يحمو سكنه وبالشفاء ونازحه يا ربدي هنيئا لك شكرا لك ابنتي وهنيئا لك هنيئا لك فعلا أيها الأحباب الكرام ألم يقل ربنا عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله تعالى قريب من العباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ادعوني أستجيب لكم وربي عز وجل يفتحوا أبواب العطاء خصوصا الناس اللي بغي يمشي للحج والعمراء يعني اللي بغي يمشي للمكة المكرمة ركينا قوة الجذب قوة الجذب في مكة المكرمة هي تفقد قل لا إله إلا الله عمر بها قلبك عمر بها لسانك رياء تالي شاء جومو اللي تقول لا إله إلا الله هناك الشحن الداتي الطاقة الإيجابية لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان فوق جبال عرفة كان يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وانتكت قل لا إله إلا الله وبغي تمشي للحج مكة المكرمة تجذبك إليها واللي بغي يمشي للمدينة المنورة يكثر من الصلاة على النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيكثر من الصلاة على النبي المختار وسوف يرى بأن المدينة غد تجذب إليها أول بشارات كتجهي الرؤى المنامية الرؤى المنامية هي بشارات كيحلم الإنسان بأنه يطير في السماء إلى حلم أنه يطير في السماء معنى أنه حج أو عمر وغد يمشي في أمان الله معزوزا مكروما في ضيافة الرحمن فهنيئا لك إلى الفوزياء وهنيئا لكل الحجاج والحاجات لجاتهم من العمر وإن شاء الله قريبا غد كل إجراءات وإن شاء الله يأربي كمل الرجاء أما الذين داروا القرعة مروا اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ولكن مجت فيهم القرعة كان قل لهم أنتم أيها الأحباب الكرام يكفيكم النية لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فانتم دلتوا النية من الأول نية صادقة نية طيبة نية مباركة بهذه النية ستلقى الفوز وبذلك النية ستلقى النجاح وبذلك النية ستلقى الخير لأن كل واحد القرعة مرة واحدة وما نجحش كوتيبت له حجة ولعود القرعة مرة ثانية كوتيبت له حجتان ولعود مرة ثالثة كوتيبت له ثلاث حجات كذلك القرعة وما نجحش حتى يقال بأن العبد سيقوم يوم القيامة وذيقع عنده عشرة الحجات في الصحيفة ذياله يقول يا ربي بأنه ما حججته ولو حجة واحدة واحدة ما حججتهاش نيجة ندل عشرة يقول لي بأنك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منوى فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لا إذا هم العبد بحسنة ففعلها كتبت له حسنة إلى عشر حسنات وإذا أراد أن يفعلها ولم يتمها كتبت له حسنة كاملة حسنة كاملة فأسأل الله تعالى أن يكتب لعباد الله تعالى زيارات إلى البقاع المقدسة هذه المنطقة رمشك أي منطقة إنها منطقة مهبط وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من يبغي أن نزل الوحي في البقاع كان بالإمكان يختر عاصمة من العواصم ربك لم يختر مثلا لندن أو يختر نيويورك أو يختر بيريز أو يختر موسكو كان بإمكاني أن يختر أي دولة عظيمة لكن الله اختر تلك المنطقة هو سبحانه وتعالى له الاختيار وله الإرادة والتدبير اختار مكة المكرمة واختار المدينة المنورة لهي عبارة عن جبال وصحاري وفيافي وأنزل فيها الوحي وتلك المنطقة وطأت فيها قدم جبريل عليه السلام جبريل أمين الملائكة ذلك المنطقة كيمشي وجي لها دائما وذلك المنطقة وطأ فيها أقدام الأنبياء وأقدام المرسلين وفي مقدمتهم إبراهيم عليه السلام كان دائما غديجي من العراق إلى مكة المكرمة إلى فلسطين وفيها ولد هناك نشأ نبي الله إسماعيل عليه السلام وأرض طيبة مباركة وأقسم بها الله تعالى قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين في الأمان ودع الله تعالى سيدنا إبراهيم الخليل قال رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر الله تعالى دعا له إبراهيم هذا المقام بالأمان ودعا له بالرزق الوفير والحمد لله رغم الظروف الصعبة ورغم بعض الحيتيات الغير الصارة ولكن مع كل هذا يبقى الإسلام شامخا وتبقى راية الإسلام مرفرفة في كل مكان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لن لفوزي الله كملك الرجاء وأدعو الله تعالى أن نلتقي هناك في البقاع المقدسة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين كلنا وأحبابنا اللي جمعتون في هذا اللقاء المبارك اللهم اجمعنا قريبا في مكة المكرمة واجمعنا قريبا في المدينة المنورة واجمعنا قريبا فوق جبل عرفة وفي مينا ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم بجوار سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات كلنا آذان صغية وقلوب وعية لأحبتنا من مختلف المدن والأقاليم المغربية نتواصل معهم نتجادب أطراف الحديث ونبت حزننا وهمنا ونرفع أكفة ضرعا لخالقنا وبرينا هذه اللحظة أيها الأحباب الكرام نتحول إلى أين إلى أسفي معنا أسف أد السلام الله عليك يا عم الحاج كوريبان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تهياتي واحترامتي سي الحاج زرك الأب دياننا وقدوة دياننا الحمد لله تهيالي كبيرة وتهيال أخي سامي نتمنى الله تبارك وتعالى يدم عليكم نعمة الصحة والأمن والأمان إن شاء الله وتعالى والذيهار والتعلق في العمل ديانكم الصالح يا ربي أمين يا رب يا رب بارك الله فيك سفوات شكرا لكم ولي لا يغطيك الله يكبر بيك ورق يعني عزيز الليسان على التعبير ولله الحمد يعني يخوني يعني التعبير ما شاء الله وتحية لكم كبيرة السي الحاج عندي وحد يعني وحد دعاء وحد سيدة اللي مننا يعني تايا دعيفة الباصر هنا جارتي هنا في آسفي يعني وقلدتني قد يلد ازدي مع الحاج يقولي الدعم أيها بالصحيحة والمستمعين يأمنوا خيرك تسمع فينا الآن يعني ولقد بلغت اللهم تعالى يرحم الوالدين والسي الحاج لا يخفى عنك يعني أنا كمكفوف يعني بحالي بحال أخوتي المكفوفين يعني رب أسره يعني الحمد لله والله ملك الحمد ومع الوالدين ده بنا مستقر مع الوالد والوالدة وتام معلقة الحالي يعني الوالد طالب معاش وكما كيقولو كيخدام غير بالجور دياله بالنهار والصحاب دات كتعي يعني مواليد ألف وتسعمية وستو خمسين ما شاء الله والله الحمد الحمد لله على كل حال يعني مع العتام ما راودك شي والصحاب داتك تايا والوالدين تامل والدتا يوكاك والله الحمد يعني عايشين تحت جناحهم الحمد لله الحمد لله الله يخليهم لك يعني ما قدناش ما خاصناش وعني انت عارف ناسي الحاج يعني كنخرج مع وجاء الحباب حل وجاءكم وجاء المستمع الكرام يعني نهاركين نهار ما كين شهاد الأيام ده بواحد تلتيام أنا ما خرجتش عودة رجعت علي وحد الطيحة اللي كتسبقته وكنت لي كاودي الحاج يعني كتتحت على الركوبة ديالي في حد يعني وحد الشاريع كتتخادي خارج وده برع يعني كتعطيني السداع شوية مش شديد غير وحد يعني ومن لفارماسيان بلما نذكر الاسم ديال وحد المنتوش يعني باش حزمت الرجل ديالي الركوبة ديالي وحد تحت من القصبة شوية والحمد لله الحمد لله على كل حال يعني كنت قاتلهم مع الزمان نسي الحاج ليلة ومالك الحمد كنت قاتلهم مع الزمان باش نديروا الزريعة يعني الزريعة الحمد لله وحد الوليد الحمد لله نتمنىك لله تبارك وتعالينا معي يا ربي نبتو نباتو حسن يا ربي نحفظو وإني بتبحث وشعر بأهل القرآن وإنهل القرآن إن شاء الله مبروك تكبر في العز وإن شاء الله والإخوان والتجاوات والسي عبد النور كيشكرك والسي عبد النور بالخصوص والإخوان المستمعين يدخلو ويدعمونا في هذه القناة شجرة أمال للمكفوفين قناة شجرة أمال للمكفوفين كتبوها بالعربية ويدخلوا تقابونا ومعنا ويشجعونا الحمد لله كنديروا قساس دي المعاناة الإخوان المكفوفين راكين ينتمى وكيحطوا الأرقام ديالهم منهم أنا نيت عبد الله الضعيف دير قناة يعني دير شجرة دير الفيديو ديالي ديال معاناة فؤاد مرشيد من مدينة آسفي يكتبها بالعربية كنميرو ديالي تما وكن حكي القصة ديالي معاناة فؤاد مرشيد من مدينة آسفي يعني فيها النميرو ديالي تما واللي بيدخل يتعاون معايا ويعني يساعدني ولو بكلمة طيبة معناوية الحمد لله المكفوفين را محتاجين للدعم النفسي والدعم النفسي وانت كتعرفها سي الحاجة المكفوف محتاج للدعم النفسي لما دا كتبقى يعني واسي لكن نعيش بها وكن نقضبها للصوالح ديالنا ولكن الدعم النفسي را ما كيتعودش إلا من عند الله سبحانه وتعالى وبعد الصالحين بحل وجاءكم لكي يسجعونا وكي خلونا يعني نعيشوا حعادي في الحياة ديالنا المعيشية ولله الحمد والشكر سي الحاجة يعني كم ما قلت سي فؤاد انت الحمد لله من أهل القرآن انت من أهل القرآن ومن أهل الدكر والحمد لله رغم الظروف الصعبات ديالك قانوع وكتسعى في الخير بغيناك أن سي فؤاد والناس يسمعوا فينا الآن نبل أن في المغرب كامل الحمد لله وغير أرض المغرب وهذا وقت متأخر من الليل لعله ساعة إجابة وهذا يوم المبارك بغينا منك سي فؤاد واحد القراءة أربانية قرآنية تكون شاء الله شيفة وتكون رقية وتكون بلاتيحة خير ومجلبة خير أي واحد كتابة فينا الآن أي واحد كتابة الآن عنده مشاكيل عنده هموم تكون لك القراءة القرآنية الربانية اللي غير تخرج من قلبك لأن المستضعفين في الأرض هم أحباب الله هم عياد الله ودعوتهم لا ترد واحد القراءة القرآنية مباركة خفيفة وتكون شاء الله بلسمة للجروح وتكون شاء الله مفتمحة للفرج ودغابة للأمراض والأسقان وحدة وصادقة لأن أي إنسان ضعيف مستضعف هذاك حبيب الرحمن هذك هما هما عيال الرحمن الخلق كلهم عيالي وأحب الخلق إلى الله تلا أرحموا بعيالي فنتلبوا منك هذا الطلب أمام الناس كلهم ويؤمنون وإن شاء الله يكون لك الأجر والثواب ويكون هناك حالك أولا من نانا وذلك الوليد اللي عندك ونعرف بأن الناس المسمعين ده بالآن والمقرئين يعني كيوجهوا واحد ضروف صعبة لا لا ما كيتبقاش لمناسبات كثيرة وما عنده تشير مورد رزق سوى سوى هذه البركة اللي كيديرها نطلب الله تعليش بك الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتسير ما شاء الله شكرا شكرا سي الحاجب أعدو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذير العزيز الرحيم لتندر قم ما اندر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكتر فهم لا يؤمنون إنها جعلنا في عناق أغلالا فأيا إلى الأطقان فهم مخمحون وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم درتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعشر كريم فبشره بمغفرة وعشر كريم فبشره بمغفرة وعشر كريم إن نحن نحن موتى ونكتب ما قدم وآتارهم وكل شيء نحصيناه فيما من مبين وادرب الأمة لن أصحاب القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فكذبوهما فأززنا بتالت فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء تموه إلا تكذبوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون نرجمن لكم وليمس لكم إنا أذاب أليا قالوا طائركم ما كمو أين ذكرتم بل بل أنتم قوم مسيفون وشاء من أقصى المدينة رزون يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم غفر ومتدوا وما لي لا عفد الذي فطرني وإليه ترشعون أتخذ من دونه آلية يرد الرحمن بدر لا تغني عنه شفاعة شيء ولا يوقدون إني أيدا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وشعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وشعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وشعلني من المكرمين آمنت بالله وحداه صدق الله مولانا العظيم طبق الله لولا العظيم ما شاء الله ما شاء الله يرحمنا ودينا سي الحاجة على هذه الطيقة اللي وتعتي فيها باش نقرأ وننوركم في هذا الباب المحترم إذا عدتكم المحبوبة ونستمعوا لنا نتمنى الله تبارك وتعالى ونترجى الله تبارك وتعالى أن ينعيم علينا بالصحة والأمن والأمان في هذا البلد الحبيب اللهم تعالى يسقينا غيث النافعة اللهم تعالى يرحمنا يا ربي يا ربي كريم يا أحنن يا منن يا عظيم الشان يا دلجلال والكرام اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا يا موجب السائلين يا موجب المضطرين اللهم أجب دعاءنا نبتهل إليك يا ربي ابتهاء الفقراء أو المساكين اللهم إنك تعلم ضعفنا فارحمنا اللهم إنك تعلم حاجتنا فقدها يا ربي قاد الحاجات اللهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت يا ربي علم الغيوب اللهم إنك تعلم ما كاننا وتسمع دعاءنا اللهم أجب دعاءنا يا ربي كريم اللهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت يا ربي علم الغيوب اللهم نحن عبادك بن عبادك بن إمائك نواصينا بين يدك مراضين فينا حكمك عدل فينا يا ربي قداءك اللهم يا ربي اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالسعداء يا ربي كريم اللهم ندعوك بإسمائك الحسنى وبصفاتك العلاء وباسمك العظم الذي إذا دعيت بي أجبت وإذا سئلت به أعطيت أو استغفرت به غفرت أو استرحمت به رحمت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودهاب همومنا وغمومنا وحزاننا اللهم اجعل القرآن العظيم تيسير أمورنا اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا حجة علينا اللهم انفعنا بالقرآن واجعل القرآن العظيم نور أبصارنا ونور سمعنا ونور عقولنا ونور حياتنا يا ربي اللهم انورنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن يا ربي كريم اللهم شافي قردانا وعافي موت لنا اللهم يا ربي ألبسنا به الحلل اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل يا ربي كريم الله مكشنا من الحير الحلل وألبسنا لبس تقوى واسقنا من حوض رسولك شربة هنيئة الله ندمأوا بعدها يا ربي كريم اللهم اغفر دنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوفنا وان ترادين عنا يا ربي كريم اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم ورحمهم وعفو عنهم وعافهم وكرم اللهم ونزلهم وعطق اللهم رقبتهم يا معطيق الرقاب نور في قبورهم مد البصر جعل يا رب في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور جزيم يا رب بالإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا واغفرانا أرهم يا رب مقعدهم من الجنة لين يا رب ترابهم وسع يا رب مدخلهم اللهم يا رب اسكنهم الفردوس الأعلى لا ينبعثون اللهم ارفع دعجتهم إلى عليين افتح لهم يا رب الباب وأوقفهم بين ذك يا رب وقفة الحباب اللهم افتش لابوا برحمتك وأجرهم من فتنة القبر وعداب جهنم اللهم يا رب اغفر وارحم وتزاوز عما تعلم إنك أنت الآز الأكرم اللهم اشد بيدنا اللهم اشد بيدنا لا من جاء منك إلا إليك أنت ربنا وأنت خالقنا وأن ترازقنا سبحانك اللهم يا ربي توكننا عليك الحق سبحانك 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 ربي سبحانك اللهم يا ربي شد بيدنا وبإخواننا في فلسطين وفي بقاء العالم الله مشد بيدنا جميعا الله منصر الإسلام والمسلمين الله منصر الإسلام والمسلمين الله يا رب خذ المشركين والظالمين يا رب العالمين واجعل كيده فيه نحورهم يا ربي كريم الله ما قوي شوكتنا وشوكة المسلمين أجمعين واحفظ ملكنا الله ما وفقه الخير وعينه عليه الله ما عزتنا الصالحة الله ما رزتنا الصالحة الله مصلح به لجهاد والعباد يا ربي كريم الله مشخص ربي واليهادي مولاي الحسن وبشقيقه مولاي الرسيد وشائر إسرتي الشريفة العلوية يا ربي كريم الله عم يا ربي من كان خنوي خيرا لهذا البلاد فاجعل له خير في خير ومن كان نوع شرا لهذا البلاد فاجعل كيده في نحره يا ربي كريم الله مصق عبادك وبهيمتك ونشر حماتك الله مصق عبادك وبهيمتك ونشر حماتك اللهم أسقي بلدك وبعيمتك ونشرح ماتك وأحيي بلدك العيد اللهم أسقي نغيت النافعة اللهم أسقي نغيت النافعة غير دارة يا ربي كريم اللهم أنزل علينا يا ربي ماء مباركا من عندك يا ربي كريم اللهم أنزل علينا ماء مباركا اللهم تبت يا ربي أقدامنا اللهم تبت أقدامنا على الصراط اللهم تبت أقدامنا على الصراط اللهم أصلح يا ربي ولدتنا ولدت المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين الله موفقهم الحير الله منوور عقولهم ونوور بصيرتهم واجعلوا بياربي من الشباب المفلح الذين استمعوا القول فيتبين أحسناه الله مصلح درياتنا الله مهب لنا من أجواجنا ودرياتنا قرات عيونه واجعلنا للمتقين إماما الحاجة الله تعالى ننور البصير ديلك الله تعالى الحميم تكوا باب وجدودك أحبابك يا أربي يا كريم ولدتك الله يشعر فيه من البركة الله تعالى نبتملك يا أربي نباتنا حسنا أخي سامير الله يوفق الخير الله يصلح للدين واليقين يا ربي يا كريم كذلك الحاجم الرجل الفاض pengar اللهم تعالى يصلح للوليدات اللهم تعالى ي arch großeavant للالدين اللهم تعالى يدخو جده بخير كامل جميعا لأخ شجلي ولا الأخت سقينة ولأخ سلعطاري والأخت لمية كلكم الحمد لله دارنا كبير الله يفتح لكم ببال الخير اللهم تفتح لكم أبواب الجنان جميعا اللهم تعلي يجمعنا في أجاز الخير ووفقنا للخير اللهم تعلي يشد بيهنا وبيديكم إلى طريق الجنة إن شاء الله تعالى يا ربي كريم والإعوال الملفوفية ركستامو الآن الحمد لله كي أمنوا الحمد لله اللهم تعلي اعطيم ركا الصالحة اللهم تعلي أعطيم الأجواز اللهم تعلي رزقهم من حيث لا يحتسبوا اللهم ارزقهم لقف وalityنة عن الناس اللهم ارزقنا وياه من حيث لا نحتسب وارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه وجنمنا الفتن ما دارا منها وما بطن يا ربي والأخ جواد الله تعالى يعطي التركة الصالحة اللهم تعالى اللم يلود الله يفق حزامها اللهم تعالى يعطي كليدات الصالحين يا ربي والله يفرحوا في القارب العجلي يا ربي كما أفرتها وكما أفرتها إبراهيم على الكبر وزكريا على الكبر اللهم تعالى يفرحوا يا ربي والله يطلق حزامه يا ربي يا كريم سدي عبد النور الله يعطي الخير وراكي وقف مع الأخوات وكسافتهم الرديوات الحمد لله الله يعطي الخير الله يصلح لي تركه يا ربي كريم الله يعطي كل واحد باسمه تبارك الله كتير اللي ما تكرش الاسم دير يسمح لي الله يعطيكم الخير وتحياتي واحتراماتي وكن شكور للمحسنين البشرة من فرنسا والميلودا كلهم الحمد لله تبارك الله الله يصخر الأمور الجميع شكرا لك بولا شكرا لك على هذه الكلمة طيبة سفؤاد الحمد لله هو فاقه للبصر من إقليم أسفي وهو الحمد لله حامل لكتاب الله تعالى ومفقه في الدين ويحضر المناسبة طيبة عند العائلات في المناسبات السعيدة ومناسبات الحزينة يقرأ القرآن الكريم ويقول الذكر الحكيم وهذه الناس المسمعين والذاكرين والوعاد هما أحيانا تكونوا تكونوا مورد الرزق ديالهم وأحيانا يصادفون من يكرمهم وأحيانا ربما لا يصادفون ذلك ويكون فيهم الحياة ولا يطلبون ويبقوا في ظروف صعبة كنتلب الله تعالى هو الغني يغنيهم من فضله ويغنيهم من جوده ويغنيهم من بركاته والسفؤاد هنيئا لك خياء وتحية إليك ولكل الأحباب ديالك اللي هما يا مكفوفين الأسرة الكبيرة ديال المكفوفين والمكفوفات اللي هما يا دائما مع القرآن ومع الدكر رغم الظروف صعبة وربي بهم نرزق بهم نرزق وبهم نكرم وبهم ربنا عز وجل كيف سحلنا أبواب التسير وأبواب الفرج ونكمل أيها الأحباب الكرام ونختمه بالمزيد من الدعاء لأن ربنا عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يغفى عليه شيء من أمرنا ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المتأخر من الليل اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إن نسألك موجبات رحمتك ونسألك اللهم عزائم مغفرتك ونسألك اللهم السلامة من كل إثم ونسألك يا ربنا الغنيمة من كل بر ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم اهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبالك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا الشاكرين لنعمك متنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين وحمي حوزة الدين اللهم احمي حوزة الدين اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون اللهم يا ربي وارحم أمة الإسلامية وأعيد إلى سالف عزها وصابق مجدها واغفر يا رب للمؤمنين والمؤمنات اللهم وأخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور اللهم يا ربي ولا تحرمنا من خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تسقي عبادك وبلادك وبائمك وأن تنشر رحمتك وأن تحيي بلدك الميت اللهم يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة إنك السميع قريب مجيب الدعاء آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله